الحجاب للمرأة ستر وعفة وحشمة ما هو تصريح أنك تطلعين تسويين اللي وسوس لك به الشيطان في السوشال ميديا الحجاب رزانة وأدب وتميز وأترفع عن السفاسة في الحجاب وقار للمرأة وحصانة وتكريم عيب والله اللي قاعدين يشوفه هذا من مناظر تجمي القلب من أخوات منقبات قالت ترقص واللي قاعدة تلاحق الترندات اللي ما تليق بها كامرأة مسلمة واللي مغطية وجهها ورامية مفاتنها تستعرضها قدام الملايين في وسائل التواصل الاجتماعي هذا تجريد للحجاب من كل مقاصدها الشرعية وش قيمة الحجاب إذا ما كان من دافع ديني ودافع حياة وأدب ودرع للمفسدة ولكي لا يطمع الذي في قلبي مرض إذا كنت تلبسي للحجاب عشان تتخفى من الناس والسوين ما بدالك ما يخالف الشرع فهذه مصيبة والله وإن كنت لامس الحجاب امتثال للشرع وهذه سواياك فالمصيبة أعظم وش الهدف اللي يستحق أن تتخلى المرأة عن حيائها وسترها وحشمتها وعفتها أو أن يتخلى الإنسان عن كرامته ومبادئة اللي لا تباع ولا تشترى والله عب نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يهدينا وإياكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة